مرحبا بكم في أفضل قناة لتعلم اللغة الإجليزية قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة لتتوصل بكل ما هو جديد هذا من بين أهم الدروس التي يجب علينا أن نتعلمها في اللغة الإجليزية هيا لنبدأ يوم سوف نعرف كيف نستعمل في اللغة الإجليزية داز داز لاحظوا السؤال بداية السؤال داز نستعمل دائما داز عندما نتحدث عن شي تعني هي أو هي تعني هو ماذا نقصد بهذا؟ مثلا أنا عندما أسألك عن شخص آخر مثلا إذا أردت أن أسألك عن نفسك سأقول لك do you لاحظوا هنا ماذا استعملت؟ داز شي مثلا لديك أخت واسمها سارة وسأسألك عنها مثلا نريد أن أسألك عنها قل لك هل هي تعمل؟ داز شي وارك داز شي وارك لاحظوا السؤال جيدا شي يمكن أن نغيرها بالإسم يمكن أن نقول داز سارة أو داز أميرا وغير ذلك يعني هنا نستعمل داز عندما أسألك عن شخص آخر قد يكون أخوك قد يكون أخت وغير ذلك هل هي تعمل؟ هل هي تعمل؟ لاحظوا هنا الإجابة عندما نقول نعم إنها تعمل نقول يس شي واركس لاحظوا الفعل الأخير في آخر الفعل يوجد حرف أس أضفناه للفعل دائما عندما نقول يس شي الفعل نضيف له أس يس شي واركس لا يمكن أن نقول يس شي وارك يس شي واركس نعم إنها تعمل يس شي واركس لا إنها لا تعمل لاحظوا الإجابة بالنفي نو شي دازنت ردد هذه الكلمة دازنت لا ننطقها دوزنت حرف الأو ينطق أ نو شي دازنت وارك لاحظوا الفعل في الأخير وارك لم نضيف له أس ماذا نلاحظ هنا؟ في السؤال لم نضيف للفعل أس وحتى في هذا الجواب بالنفي عندما نقول نو لا نقول شي دازنت واركس ليست صحيحة نقول نو شي دازنت وارك لاحظوا الآن الأمثلة هل لديها سيارة؟ دازشي هاف كار؟ مثلا هنا أسألك عن الأخت هل لديها سيارة؟ دازشي هاف كار؟ لاحظوا الجواب هنا في الفعل هاف يتحول لهاز عندما نقول نعم لديها سيارة نقول يس شي هاز كار لا يمكن أن نقول هافز يعني هنا يتحول هاف إلى هاز ياس شي هاز كار ياس شي هاز كار نعم لديها سيارة ياس شي هاز كار عندما نجيب بالنفي لا ليس لديها سيارة نو شي دازنت هاف لاحظوا الفعل دائما نضع الفعل الأصلي في السؤال وفي الإجابة بالنفي نو شي دازنت هاف كار يعني نقول يس شي هاز اكار عندما نقول لا نقول نو شي دازنت هاف اكار سأشرح هذا بالتدقيق مثلا عندما أتحدث عن أختي أقول الأشياء التي لديها نقول شي هاز اكار شي هاز اهاوس يعني منزل مثلا شي هاز بايك لديها دراجة وغير ذلك لكن عندما ننفي نقول ليست لديها نقول شي دازنت هاف شي دازنت هاف الجوب ليست لديها وظيفة وغير ذلك أتمنى أن تكونوا قد فهمتم إذا فهمتم ضعوها في التعليق أرجوكم لاحظ هنا من أين هي وير ايز شي فرام مثلا أتيت مع سيدة وأنا لا أعرف من أي دولة هي أقول لك من أين هي where is she from where is she from where is she from من أين هي where is she from هي من اسبانيا she is from Spain Spain she is from Spain she is from Spain هي من اسبانيا she is from Spain أين تعيش؟ مثلا لاحظ عندما أسألك من أين تعيش أنت أقول لك لكن هنا أسألك عنها هي أين تعيش هي أين تعيش هي؟ لاحظ تعيش في بلباو مدينة في إسبانيا لاحظ هنا فعل leave أضفنا له s لأن لدينا she يعني هي هل هي تتحدث الإنجليزية؟ مثلا إذا أردت أن أسألك سأقول لك لكن هنا أسألك عنها هي نستعمل دائما عندما أسألك عن الشخص الثالث هل هي تتحدث الإنجليزية؟ نعم إنها تتحدث الإنجليزية لاحظ عندما نقول yes نقول she والفعل نضيف له s لا نقول she speaks yes she speaks english نعم إنها تتحدث الإنجليزية yes she speaks english كيف نقول هل هي تعمل بشكل يومي أو كل يوم؟ أو نقول هل تعمل سارة كل يوم؟ does sara يمكن نقول does sara أو نقول does she يمكن نتغييرها does sara work every day؟ does sara work every day؟ هل تعمل سارة كل يوم؟ does sara work every day؟ نعم إنها تعمل كل يوم yes she works every day yes she works every day yes she works every day نعم إنها تعمل كل يوم yes she works every day هل سارة تدرس؟ أو هل هي تدرس؟ does sara يمكن نقول does she does sara story؟ does sara study؟ هل سارة تدرس؟ does sara study؟ عندما أريد أن أسألك أنت سأقول لك أو أنت أقول لك do you study؟ لكن هنا أسألك عن سارة هل سارة تدرس؟ does sara study؟ عندما نقول نعم إنها تدرس yes she studies yes she studies نعم إنها تدرس؟ yes she studies لا هي لا تدرس؟ no she doesn't study no she doesn't study no she doesn't study هل تنام مبكرا؟ هل تنام مبكرا؟ هنا أسألك عنها هي هل هي تنام مبكرا؟ does she sleep early؟ does she sleep early؟ does she sleep early؟ هل هي تنام مبكرا؟ does she sleep early؟ نعم إنها تنام مبكرا yes she sleeps لاحظوا الفعل sleep أضفنا له yes she sleeps she sleeps yes she sleeps early نعم إنها تنام مبكرا yes she sleeps early okay يمكن أن نسأل هنا في أي وقت تنام هي what time does she sleep؟ what time does she sleep؟ في أي وقت تنام؟ what time does she sleep؟ إنها تنام في العشرة she sleeps at 10 she sleeps at 10 إنها تنام في العشرة she sleeps at 10 لاحظ هنا أسألك هل هي تأكل البيتزا؟ أو هل تأكل البيتزا؟ يعني هي does she eat pizza؟ مثلا هنا جلسنا في المقهى وأتيت مع الأخت أو مع الأم وأريد أن أسألك عنها هي هل هي تأكل البيتزا؟ نقول does she eat pizza؟ كيف ستجيب؟ ستقول نعم إنها تأكل البيتزا yes she eats لاحظوا دائما عندما نقول yes نضيف للفعل s عندما نقول she yes she eats pizza yes she eats pizza نعم إنها تأكل البيتزا؟ نعم إنها تأكل البيتزا؟ yes she eats pizza أين تذهب يوم الأحد؟ هنا أسألك عنها هي أين هي تذهب يوم الأحد؟ where does she go on Sunday؟ أين تذهب يوم الأحد؟ where does she go on Sunday؟ هي تذهب إلى التسوق لاحظوا جيدا she goes لاحظوا الفعل go أضفنا له لم نضيف له فقط s أضفنا له es في الأخير دائما في الإنجليزية عندما نتحدث عن she وعندما نضع فعل ينتهي ب-o لا نضيف فقط s نضيف es مثلا هذا المثال نقول she goes أضفنا es لم نضيف فقط s لاحظوا الفعل لدينا فعل go لم نضيف له فقط s أضفنا له es she goes shopping هي تذهب إلى التسوق she goes shopping لاحظوا جيدا هذا السؤال هل هي تحب وظيفتها؟ does she like her job؟ does she like her job؟ does she like her job؟ هل هي تحب وظيفتها؟ does she like her job؟ نعم إنها تحب وظيفتها نعم إنها تحب وظيفتها؟ yes she likes her job yes she likes her job لا إنها لا تحب وظيفتها no she doesn't like her job no she doesn't like her job no she doesn't like her job لا إنها لا تحب وظيفتها no she doesn't like her job هل هي تعزف على القيطار؟ does she دائما نضعوا does عندما نتحدث عن she أو هي هو أيضا هل هي أو هل هو؟ لكن هنا نتحدث فقط عن هل هي هل هي تعزف على القيطار؟ لاحظوا الإجابة نقول نعم إنها تعزف على القيطار yes she plays لاحظوا أضفنا للفعل s yes she plays the guitar yes she plays the guitar نعم إنها تعزف على القيطار yes she plays the guitar لاحظوا مثلا جلسنا في مقهى وأريد أن أسألك عنها هي هل هي تشرب القهوة؟ مثلا أنا استحيت أن أسألها هي وسألتك أنت أو أنت عنها هل هي تشرب القهوة؟ does she drink coffee؟ does she drink coffee؟ does she drink coffee؟ هل هي تشرب القهوة؟ does she drink coffee؟ نعم إنها تشرب القهوة yes she drinks coffee yes she drinks coffee نعم إنها تشرب القهوة yes she drinks coffee مثلا هي لا تشرب القهوة ستقولي لا هي لا تشرب القهوة no she doesn't drink coffee لا هي لا تشرب القهوة؟ no she doesn't drink coffee لاحظ هل هي تقود السيارة؟ مثلا أنا لا أعرفها هل تقول السيارة أم لا وسألتك عنها هي does she drive a car؟ لاحظوا في السؤال الفعل لم نضف له إس في السؤال أيضا يعني في السؤال وفي النفي does she drive a car؟ does she drive a car؟ أيضا هنا شيء يمكن أن نعوده بالإسم يمكن أن نقول داس سارة، داس كوتر، داس أميرة وغير ذلك does she drive a car؟ هل هي تقود السيارة؟ does she drive a car؟ نعم إنها تقود السيارة أو نعم تقود السيارة؟ yes she drives a car yes she drives a car yes she drives a car نعم تقود السيارة؟ yes she drives a car مثلا سنجيب هنا بالنفي لا إنها لا تقود السيارة no she doesn't drive a car no she doesn't drive a car no she doesn't drive a car لا إنها لا تقود السيارة no she doesn't drive a car كيف نقول هل هي تطبخ؟ does she cook؟ does she cook؟ does she cook؟ does she cook؟ هل هي تطبخ؟ does she cook؟ كيف نجيب هنا؟ نقول نعم إنها تطبخ؟ yes she cooks yes she cooks نعم إنها تطبخ yes she cooks لاحظوا فقط هنا ماذا نقصد إنها تطبخ ليس الآن لكن تعرف الطبخ يعني نتحدث بصفة عامة لا هي لا تطبخ يعني لا تعرف كيفية الطبخ no she doesn't cook no she doesn't cook no she doesn't cook لا هي لا تطبخ no she doesn't cook هل هي تنظف المنزل؟ does she clean the house does she clean the house؟ لاحظوا عندما نقول does يمكن أن نضع she يمكن أيضا أن نضع does your mother يعني أمك does your sister يمكن أن نعوذها أيضا does Sarah يعني نتحدث عن المفرد يمكن استعمال اسمه يمكن أن نقول فقط شيء التي تعني هي يمكن أن نقول your mother your sister وغير ذلك مثلا does she clean the house؟ هل هي تنظف المنزل؟ يمكن أيضا أن نقول does Sarah clean the house فهي صحيحة يمكن أن نقول أيضا does your sister هل أختك أو هل أختك you know clean the house؟ does she clean the house؟ هل هي تنظف المنزل؟ does she clean the house؟ كيف نجيب نقول نعم هي تنظف المنزل yes she cleans دائما نضف هنا s أيضا هنا شيء يمكن أن نعوذها يمكن أن نقول yes Sarah cleans the house يمكن أيضا أن نقول yes my mother cleans the house يمكن أن نقول yes my sister cleans the house لكن هنا وضعنا فقط شيء نعم هي تنظف المنزل yes she cleans the house yes she cleans the house نعم هي تنظف المنزل تنظف المنزل yes she cleans the house شكرا على مشاهدة عذا الفيديو إذا أردتم أن تتوصلوا بكل ما هو جديد على قناتنا لا تنسى أن تضغط على زر مشاركة في القناة وأن تضغط على زر لايك لتتوصل بكل ما هو جديد على قناتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته موسيقى